جناح المالديف في اكسبو 2020 دبي يحكي قصة اصغر دولة في القارة الاسيوية ويعكس تقاليد هذا الارخبيل العريقة في تعايش مع البيئة بتناغم او بتناغم منقطع نظير بالاضافة الى سياسته المستدامة لمعالجة تغير المناخ مزيد من التفاصيل مع موفد مركز الاخبار لؤي غبرة رحلة الى احدى ابرز الوجهات السياحية في العالم يأخذنا بها جناح دولة المالديف المشارك هنا في اكسبو 2020 دبي في هذا الجناح الواقع في منطقة الفرص عرض ربما مبسط ولكنه يجمع ما بين الرسوم المتحركة وشاشات الفيديو يقدم صورة قريبة عن الحياة في المالديف نتعرف ربما على ابرز اركان هذا الجناح ففي البداية هناك عرض لبعض الاشغال اليدوية وايضا للتراث الشعبي والزي الشعبي في جزر المالديف كذلك لرقصة بودو بيرو وهي اشهر الرقصات في هذه الجزر وكذلك عرض للمراكب القديمة هناك نجد كذلك رسوم ومجسدات للبيئة البحرية وللطبيعة الخلابة في هذه الجزر طبعا جزر المالديف المكونة من نحو 1200 جزيرة هناك 300 منها فقط مأهولة لذلك تركز المالديف من خلال مشاركتها على موضوع الاستدامة وقضايا الاستدامة خاصة وأنها باتت كثير من الجزر مهددة بمسائل التغير المناخي وبأن تغمرها المياه في هذا التصميم هنا وهو في وسط الجناح نجد من خلال هذه الأشرع الموجودة هنا في هذا المركب نجد صورا عن الحياة البحرية وأيضا عن السياحة في جزر المالديف كل شراع هو شاشة متحركة أو شاشة عرض منفصلة يمكن من خلالها تقديم كثير من المعلومات عن طبيعة الحياة في هذا البلد والغني بثروته النباتية والبحرية طبعا هنا أيضا في هذا المركب وفي الألوان بشكل عام يعتمد اللون الأزرق والأبيض وهو تعبير أيضا عن الشواطئ الرملية البيضاء والمياه الزرقاء التي تتميز بها جزر المالديف كذلك هنا عرض آخر عن الثروة السمكية في المحيط الهندي وتلك المناظر الطبيعية الخلابة التي تمتاز بها هذه الجزر كذلك هنا عرض لبعض الأعمال اليدوية الأشغال اليدوية المتنوعة من جزر المالديف إذن يركز المنظمون في هذا الجناح على قضايا الاستدامة وكذلك على موضوعي الاستثمار والسياحة من خلال أيضا التعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة في المالديف طبعا هنا في الرتها الأخيرة يمكن أيضا للزائر ومن خلال هذه الجلسة أن يتابع عبر الفيديو عرضا أكثر تفصيلا عن هذه الفرص الاستثمارية وأيضا عن الطبيعة ولماذا المالديف تعتبر أحد أهم الوجهات السياحية في العالم حيث المياه الوادعة والأرض اليانعة هكذا يريد المنظمون لهذا الجناح تقديم بلدهم بتلك الصور الجميلة وأيضا من خلالها التركيز على أهمية مواضيع الاستدامة لإنقاذ آلاف الكائنات وأيضا لإنقاذ الناس الذين يعيشون على هذه الجسر ترجمة نانسي قنقر